اسمع وشوف هذا الفيديو اللي أنا عرفته تمام؟ عن هذا الطفل اسمع السلطة ما نحكي بيك اسمع أقول لك تدري هذا الوزير على الفلوس اللي يديلمها تمام؟ اللي الحمد لله والشكر لا مناهج لا رحلات لا بنايات لا مدرشنه ما أخذ لام من الفلوس ورايح زارع به نشعر بس وزير التربية ترى مضر أبو الممثلية تمام؟ داي يقول انه انت اللي صانده وانت اللي واقف البحر امشي شوي طلع اللي يطلع للفيديو ماذا الطفل امشي 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 عافية عليك الفشل يلا امشي ما دخلنا بالمدرسة صحيح لو ألا ندخل يا بكم خصوصي اللي يدخل يا بكم اتدللونه والما يدخل يا بكم يشدون وياتكرهونا بالمدرسة ومن السابع المسيحيات ينجح زي شنو الفرق من بيتكم والمدرسة لو أبن بيها فلوس قلوا الله بين عيونكم وخافوا الله تركوا عالم ما عندها والله دي يحتي العالم يعني خطوط ودروس خصوصية ومنافس وكتب الله نشتر وقرطاسية اذا أجمع حدا من الفلوس كلهن أشتر مدرستين اشتر مدرسة حلو وقف شفتول هذا الطفل هذا اللي أنا عرفته بحلقة من الحلقات تدرون الصاربي تدري بي يا وزير التربية عدين أنت أبو الأطفال أبو التلاميذ أبو الطلاب تدري الصاربي المدرسين كاتلي باسطي هذا الطفل لأنه قال هذا الكلام بالفيديو باسطي وفاصلي وموقعي على ورقة تخيل مدير مدرسة يوقع هذا الطفل على ورقة بشرفكم بناموسكم بغيرتكم حاطين عقلكم ويا طفل ما جاب اسم واحد لك أنتوا قدرتكم عن ناس الفقرة لك قدرتكم عن ناس اللي ما عدها ظهر هذا بس أسألكم هذا لو ابن مقاول من المقاولين التشذابين شان مو إجاداس على أسك بالبسطال بس هذا ليه أنه فقير تمام؟ ومسوي هذا المشهد التمثيلي دا ينتقد به بعض المدرسين ودا ينتقد به بعض المدارس اتفصلوا من المدرسة لك ما تستحون لك كنتوا غيروا معاعدكم خلي اسمع وزير التربية هذا لو ابنك أو ابتك اللي سقطت بالخامس كانت مكبلة وبعدين جابت معدل طب السادس هاي لو ابنتك قال له هذا الكلام أحد يقدر يحشو ياها بس عبن هذا فقير بس شوف رح أقول لكم شغلة والله ما تدوم لكم والله ما تدوم لكم لا تدوم لا لكم ولا لفلوسكم ولا المناصبكم ولا لأي شيء وضربات الله كبيرة صدقني باتش عقبة الزرع اللي زرعته براسك كله يوقع يجوز بحوبة هذا شوف هذا الزرع ما للشعر يوقع والله يوقع هذا الطفل حوبة توقع أرجع وأقول لك عدل وزارتك كافي ترى وزارتك الفساد بيها واصل لهنا أنا عدل وزارتك عيب يعني انت عشوف مدراء وزارتك مدراء التربيات تشدي يسوون دا يلمونوا هالفلوس بأسرع وقت خليسمع السوداني وزاراء اللي قال ذوله وزاراء ميدانيين ينزلون للشوارع وكانوا يستعرضون علينا واحد يركب تاكسي وواحد يركب شارجر وواحد يركب مدرشينه ويفترون هسه قاموا يستعجلون يلمون فلوس اشتركوا في القناة